بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى اللي تشوف هاد فيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس ليس يدعموا هاد القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا ان شاء الله غالي نعطيكم واحد الصيغة الكريمة من صورة الكوتر الكوتر معروفة لرد لرد الأمور لما تتبغيهاش تشوفها أو إنسان ما بغيتيش أنك تلقى معاه أو أنه تسبب لك مشاكل وبغيتي ترد على راسك أنه باش أنه يمشي بحل سابينه وأنه مبقاش أضطر عليه لأن بزبت الناس حتولي تعليقات أن الناس أن الناس كينين اللي تي أطرع لهم في حياتهم وتيجيوا أطرع لهم بزبت السيدة تحطو لي قد واحد السيدة قد كان ابنات خالي تي أطرع ليا سلبيا وتيقرأوا أفكاري وقع أي حاجة بغيت نديرها تي أطروا لي في حياتي في صحتي الناس اللي ما بغيتيهم شي يكونوا في حياتك أنهم تيعطوك طاقة السلبية وتأطروا عليك وتي أنك متى تشوفهم أنك تتأثر تسلبيا تيعطوك طاقة السلبية وتيحسوك بأنك أنت صغير في عينهم وأنهم ديما هما أحسن منك وديما هما مأترين عليك أنت ما بغيتيش تشوفهم لإبعاد أي شخص لا ترغب أن باش تشوفهم باش تشوفهم ما بغيتيش تشوفهم بصورة قصيرة من القرآن أنها صورة الكوتر الكوتر وما أدرك كم الكوتر غالي ناخد صورة ديالو حيات ما يمكنش أنك يكون قدامك وتنفخي عليه تأخذ الصورة ديالو باتقريها باتقريها تتعود المرات باتقريها تتعود المرات على الصورة ديالو لإبعاد شخص عنك أي شخص بغيتيه وكرأتيه وهو تأصلا تأثر عليك وتيدرك في صحتك وتيخليك أنك أنك ديما ديما مأترى في صحتك وديما تياخد من حقك وديما أنه ما تتسويح ده تحاجة ما بغيتيش تشوفيه ما بغيتيش أنه تبقيت تبغيه بحل وحد السيدة قدتك بغيت نشوف وحد السيد طالقي بغيت نتفرق معاه ديروا لي دعاء إذا كان مأثر عليها وكان ضارها من الأحسن أتتفرق معاه إذا الناس اللي عندهم تأثير من شخص معين وعنده تأثر لهم تضرهم عندهم ضرار فيه إذا عند الحق في الحق أنها تحط صيغة قرآنية بما يرضي الله تكون مضية ومصليا أنها تاخد صورة دياله ولو الصورة في البورتال ولو الصورة في البورتال تقرأها تسع مرات تقرأها على نية إبعاد هذا الشخص المعين إبعاده عليها تقولي بحق هذه الصورة الكريمة أن تبعد هذا الشخص عني تبعده عليها تبعد عليها هذا الشخص المعين اللي بغيته يتبعد منك إذا حول الله وقوته حول تديرها في الحلال وتديرها على شخص إنه خاص يمشي بحاله وخاص أنه ميبقاش في حياتك إذا غادي نديرها حق الله سبحانه وتعالى ديرها في الحق إن شاء الله بحول الله وقوته ديرها وأنتم مطمئنين بأنه غادي يتبعد ذلك الشخص عليك إذا ما بقى اليمن نقول لكم إلا ديرها في الحق حاولوا الدعم القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا عندي بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر